السلام عليكم انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونة الفيديو ده انا عامله مخصوص عشان اعرفكم بايه هو برنامج الزتونة وازاي استفيد منه استفادة كبيرة اولا فكرة البرنامج الرئيسية هي تلخيص الكتب في اقل من 10 دقايق بحيث ان انت لو ما عندكش وقت انك تقرأ او ما بتحبش القرية تقدر برضه تستفيد بكتاب كامل في اقل من 10 دقايق طبعا التلخيص انواعة فيه نوع من التلخيص ان انا مسلا ممكن اقرأ الكتاب كله وقالك في الاخر انا طلعت بايه من الكتاب ده وفيه تلخيص اكاديمي وده الاسلوب اللي انا بعتمده في البرنامج اللي هو التلخيص اللي بامشي معاك فيه فصل فصل في الكتاب فتحس كينك قرأت الكتاب كله معايا دي كانت الفكرة الرئيسية والاولى لبرنامج الزتونة فيه كذا حاجة تانية برضه موجودة في البرنامج فيه جزء مثلا بعرض فيه المواضيع المهمة عن الكراءة والكتب زي مثلا ازاي تختار الكتاب المناسب ليك او زي انك تخلص كتابين في اسبوع وهكذا وفيه جزء جديد ادفل البرنامج بناء على رغبتكم وهو جزء الصوفت سكيلز او المهارات النعمة اللي هي زي مهارات الاتصال مهارات القيادة مهارات التفاوض الجزء ده انا كنت عملت حلقة كده عنه يعني ايه صوفت سكيلز عمتا يعني وبعد كده لما لقيت ان فيه اقبال على الموضوع ده وان الناس صلبه كتير قررت ان هو يكون جزء منفصل لواحده في البرنامج هتلاقي فيه جزء رابع بيتكلم برضه على مواضيع مهمة مالهاش علاقة برضه بالكتب زي مثلا يعني ايه الجمعة البيضة والجمعة السودة والكلام ده كله ده غير اني باعمل فيلوجز موجودة هنا برضه على التشانل البرنامج دلوقتي في السنة التالتة ليه وده معناها ان انا عندي كتب كتير جدا معمولة في البرنامج لاني تقريبا بنزل الكتاب كل اسبوع فمع كتر الكتب اللي اتكلمت عنها ومع كتر المواضيع اللي كل شوية بتضاف للبرنامج عملت لكل حاجة فيهم playlists هتلاقي فيه playlists كده اساسية لتلخيص الكتب وفيه playlists تانية لل soft skills او المهارات النعمة playlists تالتة للمواضيع المهمة اللي بتخص فكرة الكتب playlists رابعة للمواضيع المهمة اللي ما بتخصش الكتب مش كده وبس انتم كمان هتلاقيوا ان الكتب هتتحط في playlists according لالكاتيجوري او التصنيف بتاعها فلو أنت عايز مثل كتب ماركتنج، انزل تحت خالص هتلاقي كده في بلاي لست للماركتنج لو إنت عايز كتب تنمية داتيات ستلاقي كتب عن التنمية الداتيات في بلاي لست الوحدها لو انت عايز كتب عن العلقات ستلاقي كتب عن العلاقات ستبقي عن العلقات وافي 그런 هذا يخليك في الآخر تصل لأي حاجية حاجة نريد طريقها بمنتهى السهولة فتأكد تماما أني لو أن تُداخل على النات الريานز ...يستفيد في المكان الصحيح انت في المكان اللي هدمنك انك تاخد كتب بطريقة اكاديمية ومش بس كده هتتعلم مهارات كمان تفيدك في حياتك كلها كل الكلام ده فور فري مجاني ولكن هيكلفك بس انك تعمل سبسكرايب للشانل بتاعت الزتونة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عشان تتابع دايما ترخيص كتب جديدة واتابع دايما مواضيع مهمة لحياتك شكرا جدا لكم واتمنى لكم في الاخر مشاهدة مفيدة وممتعة